مرحبا بكم من التعاقبين في الاستماع ساعتنا الثانية متوصلة معكم نستقبل فيها تتصدفنا في الانتربيو الانتربيو حد من الملكي مرحبا مرحبا وتحييل كل مستمع راديو مات شكرا على قبل الدعوة نبدو من الاخبار اللي جاية من واشنطن واللي ما هيشبهها كتام ركوب ماليوم سواء بين مجموعة من المقالات ربما اللي كتبوها ناس معناها موجودين في واشنطن شوفوا اللي مشارع المغاربية شوفوا قبيلة كابيتاليس يبدو انو المهمة ما كانتش موفقة فيما يتعلق بالمحادثات مش المفاوضات كريمة الوفد الموجود في واشنطن الوفد التونسي وممثلي صندوق النقد انا عمليو تغشو شوية جماع كي قلت لهم على البرنامج اللي قدمته حكومتي شام المشيشي را ما عطوش كم عطوكمش بي حاتش كارتين سميد مش عطوك را ما عطوك را ما عطوك سناء برشا عبادة تغشو كي قلت لهم راو نجلة بودن كانت تمشيتا والعساس في الباب في الافهمية يقول لهم مدام ما تطلعش را مجمع ما عطوكش تغشو جماعو كي قلت كيف هي واضحة علش نصعبوا فيها ونطيحوا فيقدرنا بالزيت واضح انو لا تتوفر لتونس حاليا اي شرط من شروط الوصول الى حال مع صندوق النقد الدولي انتي سياسيا صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية عندها شوية خصوصية مالكين بتاحها والمساهمين فيها هما الدول والنفذين فيها الكبار هما مجموعة الدول السابعة والبنك هذي يعطي قروض كيف وكيف بونوك أخرين كيما البنك مونديال كيما البار على اساس وجود اصلاحات في الدولة هذيكة مش معنا ترجع لي بركة ولكن نساهمك منحلك الباب باش تجم تاخد تبويلات من عند بونوك أخرين ولكن انا باش نعطي كلمتي كصندوق نقد الدولي خشوش هما نعمل انا انا كنحا نعطي السريلانكا ولا المصر ولا نعطي التونس مش نقول للمانيحين الدوليين امشيوا معهم امشيوا معهم ضمانة تحبني انا نعمل الضمانة على اساس شنو مش نعمل هالضمانة يجبك تعطيني برنامج متاع اصلاح باش انا نعمل الضمانة هذيك باش حكيت فلوس هيا راي راني انا كي باش نحل البيب الاخرين نقولهم بميسالش عاتيو التونس رغم المخاطر الكبيرة الحالية راي التزمت ببرنامج متاع اصلاح يمكنها في المستقبل باش ترجع لكم الفلوسكم وتعود دولة قادرة انها تتباول دولي ها يقولك مثلا حتى انك السلطة القائمة مثلا يقولك بديت تعطيك بعض المؤشرات للفامي وقتل يقولك للفامي اللي طالب اليوم ايقاف الانتداب في الوظيفة العمومية يقولك الرئيس على الرغم انه وقع ختم القانون متاع 38 جمد يقولك للفامي طالب مسألة تنحية الترخيص او كاخره نحنش معامل الرخص التعديل الاي في اسعار المحروقات خلينا نكمل هيك الفكرة دونك هو في اللي فامي التركيز متاعه مش على ترجع له فلوسه ولا ما ترجع لهش وفلوسه مش رجعه ما هو والتركيز متاعه مش مش يعطيك قرض باركة والله تركيز متاعه انت مش تعمل الاصلاحات تحطك في مسار معاتش تستحقني هناك يا فامي وتمشي لعمل على روحك وصلناشي احنا في المرحلة الاخرانية معناها هنا هو ما في اللي فامي ولا يقولونا مشكلتنا مع تونس انه الوفد التونسي يمركز على القرض اكثر من الاصلاحات هكا قلونا معناها غمزونا من لون ما فهمنا شروع احنا همزونا بشوي ما فهمنا شروع احنا قالوا هنا في الاخر في وجهنا قالوا ها في الاخر قالوا وراو الوفد التونسي عنده مشكل قاعد مركز يسر على القرض خاطر خايف عنده عارفه غادي شهده عصاك ما نجيبش القربش يأكله بالظلاط خايف انه داخل في عركة سياسية ماشي في بالو القرض ولا جزء من عركة سياسية تونسية القرض هل فهمي جماعة الرئيس كماما شبير ميجيبوش حتى 3000 دولار يشربين شويس راول ومراول يقول لك الرئيس انتصر الاخريين يستانوا فيهم في الدور ما جابتوا حتى فرانك يالي بيكم يالي عليكم توتشوفوا نقلوكم وقلوبكم المسألة ما عادش مسألة تهم المصلحة الوطنية في اجراء اصلاحات تمكن الاقتصاد التونسي من الخروج من الازمة الموجود فيها وتعافي المالية العمومية بشكل انه معاش نجمو نرجع للمنحين المسألة اولا انت سيست وولد في اطار العركة ما بينك زوزشية بكبال غنوشي وقايسة سعيت وخرجت من اطار الطبيعي متاحها هو اطار ايجاد الالية لاصلاح الاقتصاد التونسي بش يولي يعود الى حالته الطبيعية فهمينه الحكاية هذية فهمينه اللي نحنا بيناتنا عركة داخلية فهمينه اللي الرئيس شاد جول للاتحاد يحب يلبسها الاصلاحات للاتحاد ويحاول الاتحاد ما هوش مستعد بش يمشي في الثنية ذيك ويضحي بتاريخه ويضحي من الاجراء متاعه الحكومة فهمين رواحهم اللي الرئيس يبعث فيهم ولكن في اي لحظة ينجم يجبت بهم لحبل يقول لا انا خاطئ وما قلت لهم شو ما نيش موافق عشي هذي فهمينه نحنا تنسب لغة اخرى خلينا نقولها سهلة قاعدين نتلعبوا هتلعبوا على رواحكم كما عيدت نحن تعيبكم متاع الذر يتعملوا فيه هنتم واحد يحبي يضرب هذا في السياسة والاخر يحبي يعمل له حكومة والاخر يحبي يستوري على السلطة والاخر يحبي يلبسها للرئيس الحكومة والاخر يحبي يلبسها للوزير كفلاني والاخر يحبي يلبسها للاتحاد لعبة ذر يصغير تعمل فيه الابايت تحبوا الدقيقات وبلدكم ومصلحتكم اموركم هني يقدامكم عندكم اما مش جيو زعمة زعمة عاملين يسر وايسر و تهمين الدنيا و يفهمون الدنيا و تجزون النحوات و تقولوا هاي تندانس و هاوكي بيش نعمل الجراع ذاو عملو يقوموا بك خبراء مزرسين يعرفوها يخدم لك 16 من برمزك انت في 4 ساعة يدخل على الأردنتور تلالك 16 من برمزك هذا جابته المزنبيخ الكراهم و هذا جابته تايلندا و هذا يشابه نمتا باكستين إحنا التونس قاعدين شادين سوابانا كل يوم دخل في عينيك دخل في عينيك كنت مزفعيني كنت مزفعيني كنت مزفعيني كنت مزفعيني كن misfعليين اللي عندهم السلطة واحده واحد عنده السلطان بالدول ممتاعي و بالأنصار ممتاعي و بالغنو الشيب ما ممتاعي هذا ما ناس شادين كل واحد شادوا أسبوع و احشي فعينين تونس احشي في عينين تونس كيفاش عاديين شكون ينجم يتعامل معاك مالين وهو بالكشفة انا قلتا راك المرة ذاكروا حتى في راديوميد مرة كان معاكم بضيف قال أنا كنت مدروين في الخليج قال هاي جاي خمس آلاف مليار قلت له هاي لحتي لاجيك فرنك هاي عندها شهرين جايش فرنك يعني اليوم نقعد في اللفهمية يصعب ويستحيل أنه انت في السيء في أدنى درجات التصنيف الاقتماني لديون تونس الخارجي ثانيا عندك أزمة سياسية خانقة عندك زوج الشرعيات حتى كان ما عندك زوج شرعيات عندك إنعدام تام للرؤية والكفاءة والبرنامج في إدارة الشأن العام عندك رئيس يسب في الناس الماشي يتسلف من عندهم هو ماشي يتسلف من عندهم ويسب فيه إخيبالكم وما عندهم شميت ولا ما عندهم شميت ولا عبادة ضومة وزيت خيبالي نسب فيكم ونقولك أعطيني الفلوس مش ميكتب تحكي معي باللغة دي وثانيا ما عندكم شرعيات ما عندكم مش برنامج ما عندكم مش خار الطريقة البلد ما عندكم مش إصلاحات مش تونس عقرة لتوا ما فيه شعبات فهني نجموا يجبوا لك إصلاحات حقيقية في البلد لكن الماسيكين بالسلطة اليوم تاخلوا فيه تخبير هالغنوشي بقايس سعيد أعطي وعطي أعطي تقول الغنوشي بس بالسلطة الغنوشي بينصو لكم موجود في الفعل في السلطة موجود فعل سياسي بحكم هلو خرج لك بيان قالك ماش بستعرف اللجراءات الاستثنائية نحيناه في اللجراء سنة 30 مارس هو اللي عمل فيه الرئيس غير القانون ولتنفع ه يوم حتى الرئيس خللي وإورج الرئيس عنده تنفيذ التنفيذ الشنوه التنفيذ اسنوه التنفيذ على التوينس هذا شي بقى عتاه وبقاء التنفيذ علي التوينس نفذو tuvينس نعدو بعضنا عن القضاء نحطوهم في اللحبوسيات نفقرو بعضنا لجو إن شنو الحال أعنا فيه تقدير الحل في تونس إذا لم تنته العركم الإذا إذا لم ينته العركم ولكن الخيار الثالث يجب انهيار الدولة الدونسية عمانا حتشيكها وجمع تعاركوا تعاركوا قطعوا بعضهم هركوها بركوها البلاد هتكوها ودخل في الانهياء وإلى الخيار الثالث هو انه الناس تنهي حالة السراع اللي موجود بينتهم الزوج انت كابدوا عندك زوج يتعاركوا في الشارع ما كتمشينهم الاهدائي يعيشكم صلي على النبي رولد حوتك ما تضربوش كذا يا ربي يهديك اش بدل اخر سكين او اش بدل اخر سكين اولادي هزوا وصلوا عنا بي والتسكين اخلاص تلمت العباد والت العباد تحب تضرب بالسكيك هي مال مش تعايت لهم الباقة تهزهم شكوني الباقة هي مش داقين لهم باقة تهزهم اخيتين وفي الاخير وش غا مش يتنسكروا الشارع ويقطوا بعض متوليد موميت وتتجرح العباد هي تقريبا هكا هي الصورة هي تحبت لهم الباقة واقفة مع واحد منهم ليه مش بشرط هي نعرف فهمتك نوتفي مش بشرط هي محكونا مؤسسات الدولة التقف مع الشرعية هذا كمسألة طبيعية وزي ما تبقى كيكة احنا منحبوش امن ان الجيش ندخلوه في الحكاية هذه ليه عندهم دور وطن يقوموا به لكن ثم دور سياسي وثم دور شعبي اكتنا وينما حتى حكيت الضغوطات الاجنبية راي مدخلش موخي برش الضغوطات الاجنبية اي شنو هو متاع نخليك اذا كان انت غارق في مشاكلك وشاد صحيح وموصار راسك نعرفك بشتي مشي تمشي وشتي مشتي عمليا بالاحساب بصلاة كما نقوله نحن بطكار بيس في تونس احسبها باللي تحسبها المساري الحالي اللي فيها الصراع هذين متاع الزوز هذون بقيسة والغريبة في الامر هو هو قيسة صحيح تطلعوا الغنوش في انتخابات طلعوا ولكن شكون يلزم ينسحب من الساحب ها زوز 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 رئيس الجمهورية انسحب انا نعطيك رأي الانسحاب شمعنين الانسحاب الانسحاب رئيس الجمهوري وانسحب من الساحب مرة واحدة يعني ان ينحي المية وسبعتاش ان ينحي من المية وسبعتاش ويقبل بتشكيل حكومة هوا والمنظمات الوطنية على قاعدة برنامج تأصلاح ينجم يجيبه الاصلاح والفلوس ويخرج من الطرح ويرجع الرئيس جمهوريه كمان تخب دستوريا ياخذ نفس الصلاحية متاع الدفاع والصلاحية متاع الخارجية ويؤدي دوره مايش يؤدي دوره لنحبش يفهم مقيسة سعية عاين أعطيني نتيجة 30 مليون من تخرص فيهم كل يوم أعطيهم فيك مليون كل يوم أعطي الحبيب بورقيبة أعطيني ما عملت في 30 سنة أعطيك سرسون يقول لك بنيت 600 مدرسة وعملت 3000 سبيتار وخبنيت 500 غن أعطيهم 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 حازرة ما فهمي حازرة ما تمنيتش في البلاد هذه ابن أعطي عشرة سنة بوتو مطلعش هو يهدم بعد إعادة البناء نشوفوه يعرف يبني أو لا بعد أقود أنت تستنى تتوقع تتوقع بينها من بعد كيف يشتمنى؟ لعندك للطباء لعندك لبناء لعندك لسيمين لحديد بفهم ماش كيف يشتليق بالمزاق؟ كيف يشتليق؟ بشتليق؟ بشتليق 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 إلى جانب يزوز أشخاص هذو محاتم الملكي ربما يتحملوا مسؤولية ترد الوضع على عيو السنة اليوم وترد الوضع على البلاد قلت أنت اليوم تتلخص الأزمة في قيس سعيد و في رشد الغنوشي به إيه البقية فريجية؟ آه فعليا البلاد متع رشد الغنوش و متع قيس سعيد إيه فعليا هما نجحوا الزوز باش يهزوا العركة وتباين وكاينو هما يمثوا الرأي العام الثانسي مصحيح؟ لو كان بالحق تعمل معناها سبر آراء و موجودين رأي نتائج سبر آراء اللي يثبتلك الشي هذا هاو اليوم أقلك 64% في قطن في الرئيس و في 28 في ناش لابد أي ثيقة؟ ما معناها ثيقة؟ غيوسف الشياد كانت تثين و ثمانية وسبعين ثيقة فيه وصل التسعي ما معناها الثيقة عند المواطن المتوسطة؟ لو كانك تجي تسينة تقول لي عندك ثيقة ما ليه أقعد رئيس و قد قودنا لا لا تقول لي عندك ثيقة في الوضع في بيه ملايات كحلة و واحدة كحلوب و ريجل و نعرف هم طيبة و ناس طيبة و بيه مش نقولك أنا ما عنديش فيه ثيقة؟ ما عنديش ثيقة هي كلمة خايبة عنده لا في تسيير شؤون الدولة راورد بيرك الثيقة في تسيير شؤون الدولة أنا شنعرف أنا شنعرف دي بدعة ونسية حكاية الثيقة في الشخصيات أنا نعرف شنوه تقييم المواطنين للوضع و كيجي لانتخابات الشكومة تصوت أنا عندي ستين فلمية من المواطنين سيعتبروا أن الوضع سيء في البلد و البلد ماشي في الثنياغات كانوا أربعي كانوا ثمانية و ثلاثين كانوا عشرين في أول يامات مطابعة سنججوية في ظرف تسعة شهور رادينام ستين فلمية مش معنى؟ فشل قيسة سعيد في إدارة الشأن العام و الاستجابة لطالبات المواطنين لكن المواطنين نحكي عليهم هو مش عم بهم الصعود والهبوط والرفجاء هذوكم كانوا عشرين فلمية يعتبروا رواحهم أن الوضع خائب و ثمانية فلمية يعتبروا به اليوم أربعين فلمية يقولوا الوضع به وأقرروا صنداج راو اثناش فلمية بركة يقول الوضع به بالحق ولكن ولكن في الأثناء السحات أربعين فلمية البرادوكس اللي ساير مران كمانش الفكرة أمان سمحن إبراهيم شو كمانش الفكرة أنتع كل واحد هز معاه اشتر الشعب معنى تقسموه الشعب ريال مو الشو قول اللي قاعد ساير في تونس كي يعمل قاعد ساعة حاجة غالط يفزوا الأنصار متاعوا أعجبكم الغنوشين أعجبكم كيفش كانوا العشرة السنوات السوداء معنى نحن يجبنا نرضو بهم يترضى بالهم يشربوا الميزيريا معنى يجبوهم كذوق إجمعت الغنوشي أه تحبوا تضحوا بالديمقراطية كن يكونوا في الديمقراطية لانكم وش نحن عندهم هم خلق رأي العام التونسي في حالة تاسي رامى بين الزوز أفكار واحد زامة زامة يدفع الديمقراطية لاخل زامة زامة يدفع الوطن عامة الشعب التونسي 90% العركة هذي لا تمثله نحكي على تبعية ما يسمى ببنظة ثرين ما عندي عليه احتراز النخبة حاتم لمليا الشعب التونسي ما عنده ما يمثله في العركة هذي وما عندوش أحزاب وحركات تمثله 90% في آخر لصنداج اللي شفته مانا من التونسة كي تسهلهم يقولوا لك ما هنش حتى حزب يمثلنا نجم نصوت الحزب معين ولكن ما يموش يمثل 90% من المستجوبين تونسة في آخر نتيجة صبرها يقولوا ما يمثلنا حتى حزب ماذا؟ دوقش ولت عنا ولت عنا سراع الفوق ما يكلى بعض هذه اللي لاحمة تجم تولي سراعة الشرعية تجم تدفع حتى لانقسامات وزوز حكومات وتاكل دنيا بعض وفما مواطنين شعب تونسي يعتبر ان العركة ذي كما تمثلوش وانو البلاد ماشي في الثنية الغالطة وانو مستقبل ومستقبل أولاد واصبحها مهد هذي حالة تعطيك حاجتي اللي قلتهم بلك بك يا إما تنهار النهار السراع الفوقان ويتقسبوا ويعبروا زوز حكومات وزوز جويوش وزوز وزارات ودخلوا بعضهم وتمشي في هالبلاد يا إما نوصلوا بعض الشخصيات بعض التنظيمات تقرب ناس وطنين لبعضهم خارجين من دائرة السراع انهم يمنعوا الزوز جماعة انهم يدقوا البلاد دوت في العماري لا يشتابني نقول الشي اللي يحكي فيه قاعدين نحنا هذا المخبز هذا المعجون تقريبا بصفة يومية قلنا انو ما يؤلم هو انو المعركة ليست معركة برامج مش لمعركة متاع رؤاء والتصورات للبلاد معركة بين راشد الغنوشي اللي كان يحكم بالشكال والعقال وبين قيص صيد اللي كان عامين وهو يشكي كيفاش ما يحكمش صار خمسة عشرين جويلة تقلبت هو اللي يحكم بالشكال والعقال اليوم الغنوشي هو اللي يتبكى كيفاش تفكوا وليمتاع لانو البلاد كان تمتاعوا اليوم البلاد والتعقائي السعيد القضاء امس كان تمتاعوا اليوم القضاء والتعقائي السعيد ليزي كان تمتاع راشد اليوم والتمتاع قيص وكلا الرجلي على درجة كبيرة من الأمية السياسية والاقتصادية والديبلوماسية بطبيعة الحال وضعية قيص عيد اليوم شابهة بوضعية راشد غرنوشي في 2011 أول مجاة وخرجت له أكل آلاف إلى المطار مناشدة طلع البدر علينا وتم استقباله وكأنه معناها صحابي قيص عيد نفس الشيء بعد 25 جويل خرجت الجماهير بطلع البدر علينا بطريقة أخرى لكن لا العشرة السواء سنوات لولا متاع الغنوشي ولا العشرة السنوات هذه واللي أنا أعطيتها في صورة قلت عشرة سنوات استخارة بتوى عشرة سنوات استشارة مثل ماش راو حلول سحرية يا إيمان خاطئ ديما نحسك الظيف اللي يجي تلعج عليه بك السؤال الحل حل كأنه جابه هو في مكتوب بش يقول لك راو نهار خمسة بش يسير كذا ونهار عشرة نهار عشرة الحل هو الحل هو موش تونسي راو شوف موش تونسي الحل هو اللي يتوجد في أي بلاد في الدنيا تعيش وضعية تونس وسبقوا عشته تونس لكن المرضية بمؤشرات أخضر وقت اللي تتنامى حالة العفن والإنسداد واللي ترافقها فقر متزايد عرام متزايد توتر تشنج عوف وبالتالي راو بش يكونك الانفجار اللي وقتها تعرف قيل سعيد اللي راو هذك هو الانفجار الغير المسبوق اللي بش يكون فعلا انفجار اجتماعي لا بش تتحكم فيها عزيم لا اتحاد لا رئيس جمهورية ولا غيره انت راو كنت تقرأ في بداية الحصة متاعنا وتقول هاو مؤشر التشائم واحنا قلنا الى الارقام اللي قاعدة خرج فيها سيجما كونسي واميرود هما جونفلي وانا هذو ما نبسم عليها من بالعشرة لانهم هما كما قلنا خايفين من ردة فاعل السيد الرئيس لانهم وضعيتهم غير قانونية وقد تشملهم سوروخ من السواريخ اللي شملت الهيئات اللي نعرفوها وبالتالي اذا حالة التشائم متنجمة هزة كان للأحباط والتعافة ولليأس راو كيما قتلك وكررت هكا اكثر من مرة نجم عركة قدام كوشة ولا عركة فكار ولا بوليس ضرب واحد ولا واحد ضرب بوليس رايت تشعل ولا شعلت باشتلقى الارضية مخصبة لانه اليوم لبلاد عبارة على كومة بتاعتبن وكل واحد شهد في يده عرفو قيد ويهدد في كل لحظة واي جدحة رايبش تشعل بالناس الكل هذا اللي يلزم ويتقال هاو 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 اتعس اللي ما يقوله شهولك ربما حاتم كسياسي لكن راو في غياب الرؤية لانه لا قيد السعيد مستعد يتنازل قيدة انمو له بل بالعكس هو موغل في تطبيق مشروعه لانه يعتقد اعتقاد راو الاعتقاد جاي من الكرويانس احنا ديما نقوله اعتقد بمعنى الشك نتصور لأ اعتقد هي جاي من العقيدة وبالتالي يعتقد اللي اللي يعمل فيه هذك هو الصحيح واللي يقول فيه هذك ايه الحقيق دونك لا مجالة للحوار يعني سفر حوار سفر تنازل والوضعية اللي موجودة فيها ومش تهزك بش دهزك اللي امفيجا هذا سؤال أنا قبيلة ليك خاترينك يقول دخليني نرجع اللوتفي يقولي شنو الحل يعني اليوم قادرنا وانا نقعدو مربعين يدينا نسنى وحتى الوضع يتعفن حتى تشعل حتى يسير الدم حتى تفلس البلاد حتى تطيح المؤسس اذا قادرنا يقولوا ما فهماش حل رواه وقالوا بخصي السويس بطبيعته هاو قديش يجي الحل والنخبة تقعد مربعي ديها تتفرج في العركة بقايس سعيد ورجل الغنون في كأنه البلاد متاع قايس سعيد ومدع رجل الغنون حتى يهزوها للخلاة يتون بعديش الحل اي علاقات الدولة مش تبني انا الحساس اللي تحس فيه انت كنت انا الحس فيه قبل 25 جويل وعبرت عليه في الراديوات وفت الفزاك في المنمار حالة الانسداد وشعورنا بالعجز لان وقتا مكت فينا بحاجة اسمها الشرعية دي تكلمناي بيقول لك السكرة هم كان عندي الشرعية وعندي الحسانة وما تكلمني إلا في الانتخابة الجعية بعد خمسة سنين اليوم قايس سعيد عنده الشرعية وعنده الحسان اي انه خبش تهب تهزي العصية والحجار وتطلع تحارب اليوم احنا في نفس الحالة وقت اللي كنا عاجزين في جوعة ومي وافريل اللي فاتوا مثلا وخطيط طنبك العجز متاعنا كنا قدام خمسة عشرين قتيل في تونس قدامنا نحيو حكولكي مشيش ايه كنا نتحدف نتحدف قالوا لا ايه نتحدف كانتش عندك قدرة انك على الفعل كنخبة كأعلان هذك هو دورك انك انتي تسلط الضو تتكلم تفضح تكشف تندت لانك اليوم ماكش في ديكتاتورية معنى اكلي تنجم تطلع وتحرق والعجل وتهاجم مقرات الدولة اليوم عندك رئيس منتخب يقول لك انا عندي شرعية كيما كانت جمعة 24 يقول لك اخويا احنا عنا الشرعية مع الشرعية انه خب ما تنجم تعمل شي شكوني دينا جميع لا الشرع هو خليجوع يكفر بالشرعية وما عادش يعترف لا بصندوق 19 لا باستشارة لا با 24 لا با 25 لان وجاع وتعرى سيفيني وقتها انسي الشرعية واللي شرعية الوحيدة شرعية الاحتجاج وتبقى اليوم شرعية الوحيدة هي شرعية الانقاذ اللي عنده قدرة على انقاذ البلاد هو الشرعي مش اللي طلع بالصندوق انا والله من وفقهمش تماما كون افهم صراع ما بين زوز اشخاص ولا زوز الشخصيات رئيس الجمهورية وراجل غنوشي لان في موازين القوال كلها تلقى اكثر من 80% في يد رئيس الجمهوري اللي هو مالك بجامعة السلطات وراجل غنوشي تلقاه في ذيل الترتيب بالنسبة للشعبية ونسبة الثقة فيه بالتالي اعتقد رجل غنوشي لم يعد يمثل الكثير اللي ما قل لم يعد يمثل شيئا حتى سلب حركته ولكن انا في اعتقاد الصراع الحقيقي الموجود في ذهن رئيس الجمهورية هو بين هذه الشخصية التي تعتبر نفسها غير خطاءة تماما منزهة وما تقوله الا هذاك هو الصحيح وبين شخص اللي هو منتخب كرئيس دولة وبين رئيس دولة اصبح تقريبا عاجز او غير قادر على تسير شؤون الدولة وهنا تحدثنا في الساعة الاولى كونه السيد الرئيس الجمهورية هو تقريبا لم يكن قادرا على تسير شؤون القصر متاعه فما بالك كونه باش يسير شؤون الدولة اللي هنا فم رؤية معينة لدى رئيس الجمهورية هو الى حد الان الرؤية هذه ما افسحش عنها ولكن قاعد ماشي معناتها الى منتهاها قاعد ينفذها خطوة خطوة من خلال عملية الهدم يعني هو قاعد يهدم الهنا ولكن في انتظار انه من القادر على اعادة البناء ولكن انوافقنا لطفي فيما ذهبا اليه كون راهي الشرعية الوحيدة غدو رحية تلقاها في الشارع وشفنا الشارع عندما ينتفذ واحنا في تاريخ تونس الحديث كم من مرة ينتخب الشارع عفوا ينتفذ الشارع ويجبر الحكام بما في ذلك بورجيبة وما ادرك من بورجيبة على التراجع عندما انتفذ اجبر زين العبدي من العليه رحمه الله على خل الملمة ولفمه وهج ومات البرة فما بالك غدو الحي مهما تكون الشرعية اللي تحدث عليها سيد رئيس الجمهورية وانا قلت هالو حتى في التلفزة مباشرة يا سيد رئيس الجمهورية لا تغرنك استطلعات الرأي فهي كاذبة 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 ونعود ونكرر الاهل الكريمة كاذبة المنجمون ولو صدقوا حتى استطلعات الرأي حتى وان صدقت في بعض المناسبات انا لا اصدقها وبالتالي على رئيس الجمهورية ان لا يصدقها ما احبش يستمع للاطراف الاخرى يعترب الكل فازدة يعترب مهمش صادقين مهمش تابتين ولكن فل يستمع الى نبض الشارع نبض الشارع هو الاهم احنا ينمشيوا في الشارع ونسمع المواطنين ولد فيها وحكاية حكاية في البداية على مواطنة كيفاش اتصلت بي واش تحكي انا كنت اليوم في المرشي ونسمع في المواطنين اشي يحكيوا واشي يتحددوا هذا النبض الحقيقي السيدة رئيس الجمهورية يمشي كان نزوز جهات والجهة واحدة فقط وقلت تقريبا تأكدنا منها يا حاتم اللي يستقبل فيه هو وزير الداخلية وزير الدفاع اكثر مما استقبلهم بورجيبة وبنعلي معا تيلة اكثر من 30 عام تيلة تقريبا من 50 عام انا امزم اه فما الثلاثة شهور التالي خرج تقرير على تونس يقول انه الخطر بالنسبة لتونس هو انهيار الدولة التونسية التقرير هذا يتعمل على 12 الف خبير في العالم يعطيوا اراءهم في وضعية برشة دول يحطوهم برشة دول كل واحدات وهم مختلفين فيهم الخبر الامنيين اقتصاديين اجتماعيين الدارسين لعلاقات خارجية كذا جاء وقال وراي تونس تواجه خطر انهيار الدولة شمعناها الدولة عندها خطر انهيار انه جهاز الدولة الدولة مجموعة الادارات اللي موجودين فيها النقل الصحة والكل تصبح عاجزة على اداء وظائفها اولا لأسباب مالية اليوم تخدم وزير في تونس فشمعناها تخدم وزير في تونس تمشي السباح للبير ويجيبولك البرافور صحح تعمل في اللجستشون كوروند ما عندك حتى كان عندك افكار ما تنجم مش ننفلها تحظر روح تلبس بكدين هارة الخميس تمشي تقرك الكور متاع الكارتاج هذيك نجيبك راس تتلار قيس عادي يسب يسب تتغسور وتروح معناها كمؤسسة كوزارة معناها تخدم وزير شباب تخدم وزير تعليم عادي تخدم كذا معناها تعمل في المنموم اللي توفره لك فلوس الدولة التونسية وخايف لينا حيك وتصبر وتسكت ومتتكلم شوك معناها هذه الدولة اللي احنا ننتظر ومنها تكون راعية للمواطنين تسمع للمصالح الناس تخدم والي في تونس قبل كيفية ما تكون توجود والي تهز التاليفون تتكلم المركز يجاوبوك عندك اشكال تتحرك الدولة عندك لا قدر الله مشكل متاعها جهر متاع واد فيضانيات عندك حاجة الدولة كمؤسسة تتحرك للولاية متاعك تخرج بكرها بها باقيات ها بالحماية المدنية بفلوس ها برجال اعمال تعاون قبل في تونس لماذا نستغرب ونقوله معتمد يحكم في بلاد مش هو اللي يحكم في البلاد المعتمد وراه جهاز دولة كيتكلم هو يهز التاليفون في الذهيبة تتحرك الدولة التونسية كلها باجهزتها وتمنى على المنص هذه والمنطقة ديك اليوم ودينا عايشين في وضعية انه ما أصبحش عنا جهاز متاع دولة قادر انه يتحرك للمواطن يحلوا البشاكل اليوم كل الصور اللي نشوفها متاع المواطنين حتى كان تقص عليه رضا ومعندوش يرجعون حتى كان ما عندوش الماء ما عندوش يرجعون الماء حتى كان تقص عليه سميد الفرين ما يجيش حتى حل الدولة ما عادش نشوفوا فيها كجهاز يتحرك ذاك يحمي المواطنين حاجة ثانية البنية التحتية الوطنية اللي موجودة عنا في تونس اليوم انه يسير عمتاع قاية سعيد وانوش حب انتي تقول اي نخدم الموتورات باش ننقذ تونس الموتور الليولاني مش تقيه مبيل وبالع الموتور متاع البنية التحتية بنية التحتية بالع في تونس معناها بتجيب الناس من برد توريهم بتقول هم يجوا استثبروا في الدولة هذا هذا مطار هذا كبرتل عننا هذه طروقات هذي عنا شبكة متاع انترنت ولا شبكة متاع ماء ولا متاع السينس ما بنية التحتية مهتلة انتي حكيت على المسطف من الخارج هات اي واحد حتى داخل وانتي الثاني مش تجي تقول وين مولادي رجالي كما كان يقول برقيب واشتعملوا لانو الشركات مش تقام في دبي و باريس قاعدين هنم قاعدين غادي هربي الكل وموس مستعدين مش تقول اي وين مولي داتي الانجينيور اللي كونتهم والطبال لقريتهم وزمعت التليكوم والسيبقوم هاي مش نبدو نخل موتاو في تونس مش يقول لك باي باي هنا نحنا درينا رانا في الكندا ورانا في فرنس مش تقول وين الفلوس اي نبدو نخل مش يقول لك سلم عليك العقل قال شسمو وين الفلوس اوين الفلوس اوين تسلم اذيش تتحرك الدولة دي العركة هذي قاعد تحطم في امكانية انه تستعيد الدولة انا ذيش اللي مقلقني راه مش مخلقني يحكي القيس سعيد والغنوشي لانه عارف معجم مش يوصل ومازال مش يزيد وراء واخر مش يمشي في اثنية انه مش يسحب الثيقة من الرئيس ويعمله جلسة اخرى ويعينله حكومة جديدة والاخر مش يتلوح يكمل يحل البونك سنترال ويخرج قانون تاوي يعمله من حيلم الاستقلالية متاح ويطبع في الفلوس ويكمل تاوي يخرج قانون انتخابات يقول اللي ماذا كل موقسيين ويقصي الناس الكل ومازال مش يعمل وراو وراو مازال مش بالتخمير متاح ومش يكمل بداع هاني يعني يعني ما هيش مش تاية ما يعطيكش لفمين ايه ما يعطيكش اليوم كس كيوم باش باش انه فالداخل يخط سيدنا رئيس الجمهورية حط الولادة متاعه كس كيوم باش باش الولي يخدم باش يصح باش دوسيات كاملة يعني يعني عميش باش دوسيات ما ينجمش لانه ما عندوش مكينة الدولة وراعه مكينة الدولة الحالية اللي سيروا فيها ما مش يسيروا فيها بمنطق دولة مش يسيروا فيها انه جهاز على ذمة المواطنين يلم الادارات العمومية ويتخذ قرار ويحل اشكال ويتدخل ويجمع رجال الاعمال الولادة اللي عنا تو خايفين وكهو يخدم ولي يا اما يساحت وقايس سعيد يا يدخل الحبس على الفصل 96 يا ما تقرب عليه البلاد وقلول ودقاج ويزول الجماعة الاخرين يا دي سيز في روح ما عملين إذا كان الخارج تسكر معنى الخارج لا يجيكش البراني لا يجيكش ولي ولي رؤية سياسية الفمية تسكر حتى الداخل تسكر عليه انا قلت لك احنا ما عنا اليوم للنهرة ولا قيس سعيد من نوع عباد اللي عندهم الحس الوطني الكافي باش يحكملك في الدولة يعتهى الدور الحقيقي اللي تقوم بيه خيطوني نخدم ولي نحل التلفزة نجل رئيس الجمهورية يقول خوانة واطراف ونحطهم في الحبس ونشدهم ونطهرهم ونعمل لهم وندني لهم تسور انت ولي كيف يتعامل مع المواطنين وين يعرف عليها هذا ما يحب من الرئيس وين محب يتماشى مع والي قيس سعيد الوالي اللي يتماشى مع قيس سعيد هو ما كيف انت ولي تونس يجلون المواطنين يقول اخرجوا من قدام انتم يمسحكم التاريخ وسيلفظكم وسنسحقكم هذيك الوالي الشكل الوالي هذيك موالي دولة وطنية موالي مش يبني لك بلاد ولا يحل لك شكال ولا ينظر في الاجتماعية ولا ينظر مواطنين يدخلوا في السيستام لوتو ديفانس اللي عنده ثنية قدامه كندا ولا أستراليا ولا أوروبا وقدل على روح اللي عنده ثنية متعم الشي يمنعه يروحه وليداته شوية تكنطير ويحمي يروح اللي عنده صحة لبدا نهبط للشارع وياخذ حقه وبيده اللي ما عنده يمشي في الرجلين ويدي عكيكو وهي ملايين مجزية ومجزية ومجزية إذا كنت بدأت مؤشرات انهيار دولة هذا كيفيش معناها انهيار دولة تتصور العركة اللي يعمل فيها قيسس عيد ورشل غنوش بش يدفع ثمنها هو خي بيك رشل غنوش بش يخسر فرنكو وليخسر مليم ولا قيسس عيد ميكل شير بريقد في قسر يعسو وليخسر مليارات في الكونتوم وليخسر حسر حاجة في الموضوع أنا أشت عشر سنين في الجزاء شفت لرهاب كيف بدأ يقتل دفعت مئتين وخمسين ألف مواطن مين دفعتهم من البوسطة اللي ليش يضيعوا في الركاب اليوم في تونس هم المواطنين تونس اللي عندها سكانير ومش مش تعمل واللي مش نموت المغير عملتش ليريم متاحة واللي قاعدين انساء مساكن في قوم الخمسة والاربعة أصباح باش توكل ولدها وتلبسهم وتزيد ها كل طريحة وتطلع في الكار ويعتدوا عليها وتمشي تخدم في المعمل وما تاخدو كان خمسة مئة تلف ويقصول مئة تلف خطر جد مبخر هذي كان المعاناة اللي عشو فيها سببها العركة اللي عملوا فيها الأخرين يذيعوا في جراتها آلاف وملايين تمواطين توانسة واللي يحرقل وسجل الكريستال والتاق على تحت حيث ما تخرج يتفرج عليهم ومخدمش والعائلات التنهار والمرأة اللي لم يشاهف نهار من زيان في حياتها من اللي عرست وهي تكلت وهي تصرف على التفتوف والفلوس اللي هيرف القهوة واللي مسير ويحب شدخ وحدها هيرف مش تنهار المنظومة الاقتصادية مش تنهار المؤسسات الوطنية سنننمال بش كون النتيجة كان يحكينك فيه وميش يزد لأنه عندك هذا هو هذا هو اللي كنا نحكو فيه قلنا نزيدهم هو إنساء مليون بطال ومش أي بطال ديجان اليوم فما عباد عندهم عشر سنين بطالة هذا وما بش غدوة إذا المرالي في المعمل مسكينة حاملة همة وساكتة وتعاني وساكتة هذا ما الشبيبة اللي غدوة بش يخرجوا لكم بش يحرقوا لك لبلاد هذا ما غدوة إي هذا غدوة بش تحكي مع مش ترعية أنت ولا مش تقوله أرجع القاعد تكريح حسن الزردوني قال 50% متنسا متفالين أنا لقد قدرنا أننا لقد قدرنا أن نعطيه في الكنسطة هذي أنا ماشي للحيط ما نجموش لأكتو بشتر الثنية ما نجموش أن من عرضه ما نجموش لنعطي الحل أنا عندي ثلاثة شهر سواء الداخلين ولا خارجين تونس ما عندها حتى مصلحة أن يتواصل الصراع الحالي السياسي بتاع قيسعيد وغنوش من المصلحة تونس أنها تأجل الصراع الدستوري وتتهمز صراع الحكوم ومفهوم كان حتى جهة واحدة المنظمات الوطنية ثلاثة يقودوا مع رئيس الجمهورية ويلتزم بشي نحي المية وسبعتاش وأن تتشكل حكومة تونسية مصغرة اقتصادية ببرنامج مدعوم من ثلاثة منظمات بداية الحل إقاف العمل بالمية وسبعتاش نحي المية وسبعتاش لأنه لم يش تعامل معك حتى واحد بالمية وسبعتاش يقول لك ليل تلعيب شي زيد يعلق والعمل بالدستور في المية وسبعتاش إن شاء الله يعلقنا نحنا كل وفي الأخر ومش قاعدين معلقين نحنا ومش قاعدين نعم الأخر بالكل تحب تكسر رأسك تدخل فيه حي تعمل بالمية وسبعتاش ما عندك حتى مستقبل دولة ما عندك حتى مستقبل مية وسبعتاش شو أنا بأتي فادي الحل عند شخص هو عنه لا 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 خليني يكمل السيد رئيس الجمهورية اللي هو يعتبر نفسه يمتلك الحقيقة الكاملة إنه هو يتواضع ويتصرف كرئيس دولة بالحق والحقيق ويستمع ويعرف إذا كان هو يحب ينقذ البلاد هذه الحل سهل المهن كونه يدخل في حوار تشاركي وما تحضر الحوار السيد فما ناس اللي قلت أنت قبل 24 جويل قبل 25 هذوق هم المتسببين في خرب البلاد عندك منظمات اللي كنت تحكي عليها السيد منظمات وعندك نخب نخبت نجم أنت تختارهم تقعد معهم نخب سياسية فكرية اقتصادية بالأساس وعندها بعد اجتماعي وعندك المنظمات اللي كنت تحث معها تقعد معهم ولكن أنت تسمعهم مش تفرض عليهم أنت تقول لهم ننطلقوا بنتائج الاستشارة متاعه لأ تسمعهم أنت وتنجم وتتوصل إلى حل إنقاذ البلاد على الأقل يعني ظرفيا ومن بعد ينفو توصلنا إلى إنقاذ البلاد بطريقة ظرفية من خلال الحكومة تحدثت عليها أنت وهي فكرة جيدة يجب أن يسمعون حكومة إنقاذ وطني مش اللي يحكيوا عليها جماعة ضد الانقلاب ولكن الحكومة اللي يكون رئيس الجمهورية راضي عليها والمنظمات الشركة معها في الحوار التشاركي راضين عليها تخدم هذيك باش تتلهاب الجانب الاقتصادي وين موافقك بهذا ونتفضل وسيدي نفض المعارك السياسي بتاعنا بالتالي إذا كان هو ما يستمعش وإذا كان هو يشد دائما رافق ومتقوقع في البلاسة متاعه وما يهبتش من العادية متاعه الحل كان الفوضى والفوضى الخلاق لأني 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 اليوم لدي مش شكوك أكثر من شكوك متزايدة حول نزاهة رئيس الجمهورية نزاهة 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 متاعه علش نزاهة سيتان كونسيبت مهم ياسر معنا أنك تكون عندك انسرتان انتجريتات تخليك ديما في نفس المبدأ وفي نفس الخط لتمشي فيه رئيس الجمهورية كانت تتذكر بناه فكره المرة الأولى لكل في البداية قبل ما يستلم الحكم في 25 جويل على مسألة الفرق بين الشرعية والمشروعية وكان يبني في فكرته أنه الشرعية مثلا الصندوق يوصلك رب هذه الشرعية ولكن المشروعية هي مشروعية الأداء والنجاح أعطيني في 9 شهور اليوم مشنوى مشروعية الرئيس شوى الأداء اللي حق رئيس الجمهورية في 9 شهور بخلاف أنه زاد عمق كل المؤشرات السلبية موجودة في عنه حاجة ثانية فما مشكلة نزاهة وقت تنتخبك حركة النهضة وينتخبوك أتلاف الكرام ويدعموك وصلك للرئاسة كان من مفروض باش تولي نازيها أكثر أنك تحط روحك في انتخابات رئاسية سيبقى لأوانة وتجدد شرعيتك تجيبش تبقى أنت تتعارك سودي سوع مع النهضة وهما اللي يوصلك للحكم حاجة ثانية من حيث النزاهة الفكرية نجي مش تتصحح على قانون مالي ومبعد تتنصل منه من نزاهة سياسية متاعك ما تنجي مش تسب قانون العاش الاقتصادي وتقول عليه تعمل للوصوص والاكناطرية ومبعد تخرجه وتستعبل القانون هذيك وتنشره باسمك انت ما تنجي مش تاخذ قانون من جزائر تعمله كوبيا كلهم متاع الاحتكار وتنشره باسم الدولة التونسية فما مثلا نزاهة فكرية نزاهة علمية ما تنجي مش تكون عندك انت استاتوية متاع استاذ قانون دستوري ومن بعد تخرق الدستور بعد ربعين سنة كنت تتقري في طلبة عمر الكامل تقول لهم رايزكم تحترموا الدستور وعلوية الدستور على القوانين والهرمة متاع النصوص القانونية مسالة نزاهة فكرية ونزاهة علمية ما تنجي مش تقول من حيث النزاهة ما نستعملوش الدين في السياسة وتستعمل الدين في السياسة رئيس الجمهورية في الفترة الأخرانية خطابات وارد كيني خطبة متاع الجمعة كلها نصوص دينية وانت كنت الناس تعتبرهم ما تنجي مش من حيث النزاهة تقول مش معقول المجلس على القضاء ياخذ في مينح ومن بعد كي تعمل انت مجلس على القضاء وتعمل انت ايزي تعطيهم رتبة وزير ما تنجي مش فما مشكلتها نزاهة عند رئيس الجمهورية ما تنجي مش تقول اش معناها واحد ياخذ في الحصانة ناس كون موفين ولكن كي تحب تعمل هيئة متاعك ما اعملوش تحبو انتم وانا نحميكم بالحصانة القانونية ما مينجم يمسكم حتى حد دوك هني ولت عندك مشكل كبير متاع نزاهة النزاهة تستوجب انه يكون عندك مبدأ واضح الدافع عليه ثنية تلتزم به من النزاهة انك اذا كان انتي صوتلي من حركة النهض وليما تعركتلك اخوي انا في حل بالاسوات متاع حركة النهض ونهبت للميدان قيصة سعيد ونرشح روح للرئاسة وننجح من غير اصوات حركة النهض ومن غير الناس اللي في اتينا في الكرام اما مش ناخذ اصواتهم اخي احنا مش كنا مع هشام المشيش شنوري كان هلش دعمنا قيصة سعيدة هشام المشيش هلش دعمنا لانو خذ يامن عنده التفويض ودار عليه وفتحت الحيط وعملنا تحالف مع رجل عنوش قلنا لا من حيث النزاهة والغدر والخيالة لا مثلت وقامت الدنيا وقفو ضد هشام المشيش وجمعنا قالوا لا سبيل اليه الشعر فيه بلف وماتنا حاجة هشام المشيش وقلنا انا ما عندوش حتى مشروعية قدام 25000 اللي ماتو وما عندو حتى مشروعية في الاداء اللي قام به اليوم انا ما انترددش حتى لحظة باش مقول انو حكومة قيصة سعيد وقيصة لا يمتلكون اي مشروعية ما عندوش حتى مشروعية اداء لم ينجزوا اي شي في التسعة شهور اللي عملوه ما عندي حتى عملية اصلاح حقيقي ما عندي حتى يا جورة ولا حيط تبناء ما ثم حتى حاجة عملها خيص عيد في تسعة شهور وتسعة شهور مش مدة شوية براهيم راي تسعة شهور مدة طويلة ربو النسبة الرئيسي يمتلك كل الصلاحيات وموجود في البلاد هذه النجم يجيب حتى مليم اللي يحكو عنهم السبعمائة مليون لا تتهمنا للبعد متاع الإكسبور تقريبا تقريبا معناها انقاذ لدولة فقيرة مزهلة لتنجم تخلص الشهريات متاح معناها وصلنا للدرجة المساس اعطيني شنون مشروعية متاع قيسسعين في التسعة شوء مشروعية متاع وليديتو وكل قيسسعين اللي كل واحد عمل عشرة باجات تحط خلقات متاج حتى 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 يسيب فيانا ويسيب في كنتا ويسيب في إبراهيم والذباب المسايبين وكما كانوا عاملين جماعة النهضة شنون الفرق من قيسسعين ورشل غانوشي شنون فرق نفس المدرس نحي كلمة الدولة تطقي قيسسعين الإسلام في خطر الدولة في خطر ما تيكمل الإسلام متاعك لما تنتمي جماعة الإخوان شنون فرق لاخر يقول ما تولي وطني ما تجي معا نفس الفكر نفس التركيبة الفكرية كي حركة الإخوان كي مفكر قيسسعين الزوج جايين من المدرسة واحد وجايين من وهذا كون شي دقل وطنس اقتصاديين الوضع الاقتصادي بالنسبة نحن في تونس شو شمع نحكي لك ما حيارات هاته الحكومة إذا ما تسكر عليها تول دو ما عندك حتى خيار بالنسبة مش يصير لنك ما صار عمنا ولي خيط في باك سبع الاف مليار حاطين في ميزانية 2021 موجودين مش حتى واحد يعرف كيف تسكرت مليار خمس مليار عشر مليار مش سبع مليار 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 تقريب الميزانية مجددا مش عارفين كيف يسكرون الميزانية حتى هذي كيف كيف ينجم غدا مش يخلي هي لك ما تعالش عليك كيف تسكر وك كيف يعمل كل هالضغط على البنوك عاودوا يسلفون نعملوا لكم بتي جديد ونحطوها تونسية مهددة بالإفلاس خاطر بريتوف في الاخر بكل السيستام بانكير سيكوا انه مؤسسة بنكية يجود الديبوزيتوري حطوا عندي الفلوس متاحهم الفلوس هذي نستعملها بفرق الوقت في الإقراف نعطيها لشركات مؤسسات بشتخدم فيها وقليجوني العبادة ذوكم ورجعانهم من الفلس متاح والبنك سنترال إذا الدولة تقترض أكثر من طاقة البنوك ومواردها الذاتية إذا عندك البيانات حكم معنا جوز جوز على 3000 مليار متاح ديوان للحبوب بريس كريم يشتكر لها الماليات الوحيد المؤسسات البنكية تحب تخنقها بخانجان وليس ممكن تزيد قانون استقلالية البنك المركزي يخم في التقدير متاح بش يوالي البنك المركزي يمول طول الدولة لماذا هي فكرة الاستقلالية بها إنه مايمن بلد يمول الدولة مباشرة كيتنحيل الاستقلالي ونجم يوالي مباشرة ونجم يعتبع الفلوس خاطر البنوك بريفي مش يقل لك والبنوك بيبليك يهبطوك في السكور متاح ملس يولي اليوم اليوم أسر لا تتحلوه ما عادش نجم يتحل يجيك يقول لك بربي شوف لي حل شو الحل البنوك الأجنبي ما عادش عندها ثيقة في النظام المالي تون خطاع 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 السيارات ما فماش مايجي بلتك أنا عشت هالبارح هاي نجم ما فماش ما في الدعاء خطر ما عادش ونستغل فرصة وجود حاتم بحذانا بعد إذنك أخت إيمال تفضل الوضعية المزدرية والمهينة لنا لكل صراحة خلت أنه حتى الموقف السيادي التونسي كأنه اليوم تحط للبيع شوفنا اليوم الزيارة سعبد الحميد الدبيبة جايب وفد غير مسبوق في إطار صراعه مع فتح بشاغة وكل واحد يحب يدفع بشيشري اعتراف الدولة التونسية به سيد دبيبة يجينا وهو تقريبا قادم من الجزائر نعرف تأثير الرئيس الجزائري عن الرئيس التونسي دخلنا تقريبا في حالة من الوصاية وصاية الجزائر على تونس وواضح أنه زيدا نصح الدبيبة من قبل سلطات الجزائرية برهز فيدك لكتب للتونسة راهم شعب مساكني يوكلوا في الحجر وتو يعطوك معناها الولاء في تار عركتك مع بشاغ وذلك لماذا فجأة الدبيبة في اليوم يأتينا بوفد غير مسبوق وزراء أمنهين رجال أعمال شيء معناها لأسماع فيها السباح في قناة العربية تقول زيارة معناها أنا في تقديري نتفق معك تماما أنه في حالة الضعف لعيشته تونس الصعيب ياسر يشتبني موقف سيادي في العلاقات الخارجية وفي المشاكل الإقليمية اللي يدير به اليوم تونس لا يوجد رؤية لا ثقل دولي تنجم تأثر به على أحداث اللي يدير به تونس ألفا سيبير حتى في الأخر بالكل الصراع لا يوجد حكومات في ليبيا يحاول كل طرف منهم أن يكسب الشرعية متعو يكسب ها في تونس تونس أسهل دولة تنجم تعتيك الشرعية من غير ما تطلب منك حاجات كبار ما تطلب منك مجرد دعم مالي أو ما مالي بالنسبة لتونس لكن ما هو اللي يغيرني اليوم نحن خرجنا تماما من ترتيبات الحالية الجيو استراتيجية في المنطقة اللي نحن عايشين فيها لأن من نمك حتى ورقة حاليا وصلنا إلى حالة من الضعف ما عادش عنا حتى ورقة نجم منأثروا بها لا اخرجنا ولا اتخلنا تحت جناح الجزائر أنا عشت في الجزائر عشرة سنين ونعرف بالقداء أن المؤسسة الرسمية الجزائرية مهيش ميالة برشا للتدخل في الشأن التونسي بالمعنى امتال الويصاية والغير لا وذلك وقت كان تونس تونس كان ترجال تحكم اليوم رئيس الجزائر تعتبر دائما أن المسلم لا يوجد شخصية ومرتبطة بشخص خطر علاقة دائما مع تونس الجار المحدد هذا لا تبني علاقة مستدامة لا تبني مربوطة بموقف من شخص من الأشخاص يتكلم حتى كان يتكلم في المنطقة يتكلم غدوة قيسس سعيد لا تحب يتكلم على تونس الجزائر تونسي برشة حساسية وبرشة حذرة لأنه تعرف هو الجار المستدام بالنسبة لها لا تصور حتى لو كان جزائر من تونس دعم في موقف في مبارا بور اللي صار في ليبيا ولا موقف في مبارا برشة عادية فجأة من يقلقني في الموضوع اليوم يقلقني اليوم أنه نحن في تونس لن نعاود ونكون موطن الصراع الليبي لماذا أبتك ما بعد حرب أوكرانيا الناس الكل عندهم حاجة واحدة في أوروبا في الولايات المتحدة يخمو فيها هو التأمين والتحسين مناطق إنتاج وتسويق النفط والغاس لذا ليبيا لا يستطيع فيها الناس يدخل في حرب أهلية لأنه يجب تأمين مصادر الطاقة بالنسبة الجنوب بالمتوسط لكي نجم أوروبا تكمل على موقفها يبقى متصلب تجاه روسيا في الحرب الأوكرانية لكي أنا في تقديري لن يكون هناك أحداث كبيرة ولكن الصراع الشرعيات والتحركات الليبيين في بعضها ممكن يكون مصرح متاع وتونس خلت تونس خارجيتها ضعيفة ومؤسساتها ضعيفة ومازالت كما قلت أنت عندك الطريط الطمعة متاع يعتون يجيب ألف خير شكرا لكل الفريقة التقني شهية طيبة في الأمان